يا ترى ازاي تبدأ صح وتفوق في كلياتك عشان تجيب امتياز الدراسة خلاص فاضل عليها تقريبا حوالي عشر ايام طبعا كلنا هنروح الكلية بس مش كلنا هنقدي بنفس الرتم في الكلية وده يترتب عليه حاجات تانية قدام ان شاء الله في فيديو النهاردة لك وهاعرفك ازاي تبدأ صح في الكلية بتاعتك عشان توصل للمتياز داتا كده لو انت مش متابعني فعرف ان فاتك كتير انا زياد الحصري بقدم محتوى خاص بطلاب السلام العامة والكليات برافكت فرقات مبين الكليات فرص الصفر الزمانات الدبلوماية الطرق المذاكرة الترجمة المنح حاجات تانية كتير فانت مش متابعني اشتري في القناة فعل زر الجرس شو مصلي بالف مشترك في اعرف بقى وعشان ما يفوتكش اي حاجة من احنا بنقدمها والناس ان شاء الله اللي منتم مريض اسكندرية انا باذن الله هكون عندكم يوم اربعة وعشرين تسعة ايه اللي جاي يعني يوم التاليات اللي جاي باذن الله في اليفنت الخاص بأسرة نبضة لو انتم مريض اسكندرية كليف في الكمنتات تحت وان شاء الله نتصور هناك ونتقابل ونعمل احلى بلو جاية هناك ايه معرفنا في فيديو النهاردة هنتكلم فيه مع بعض وهقولك ازاي تجيب امتياز في الكلية بس انت مش هتجيب امتياز غير لو انت ركزت معايا في كم نقطة انا هسكرها في فيديو النهاردة اول نقطة هتكلم معاكم النهاردة فيها الى وهي الادراك بالمسئولية يعني ادراك بالمسئولية لازم انت تكون عارف حجم وقدر المسئولية الواقع عليك كطالب قولة كلية برضو مفهمتش يعني ايه قدر المسئولية وانت بتقول كلام كبير وانسه داخل سنة قولة مش فهم حاجة الموضوع والله بسيط جدا يعني انت تكون مدرك وعارف ان انت خلاص خلطت سنوية عامة انت في الكلية او في الجامعة انت خلاص بعدت تماما عن سنوية عامة فبالتالي انت مش مطلوب منك انك تذاكر باستمرار وليه النهار وما تنامش وما تكلش وما تشوفش صحابك لا لا الموضوع المختلف تماما انت مش هتذكر اربعة عشرين ساعة ولا هتقفها نوازل سنوية عامة لانا بس عايزك تفهمه انك مش في سنوية عامة طب لو انت عملت كده انت هجيبي امتياز طب انا هجيقها يا مش انت هتكون صاحب الكلية لو انت عملت كده مش هجيبي امتياز بس بس نعازة اوصل قولك ان انت مش في سنوية عامة ومش هنعمل كده شو معنى انا قلت لك مش هنذاكر بس المرة ومش نوية عامة با احنا هنسيب الدنيا مفتوحة كده ومش هنذاكر لا بالعكس احنا هنذاكر بس بعقل وقدر محدد مش هسيب لك الموضوع مفتوح ما تذاكرش خالص ومش خليك تقفل على نفسك انا بس لازل اوصله لك اخرج من دماغك المفهوم ان خلاص خلاص نوية عامة وشيد الضغط من عليك والتانية حاجة لازم تكون عارفة هي ترتيب الاولويات ايا كان الكلية اللي حضرتك فيها لازم تحط قدامك هدف معين عشان توصله مثلا فيه اللي عايز يسافر برا فيه اللي عايز يعمل زمالة اللي عايز يحضر دبلومة اللي عايز يكون معيد في الكلية بتاعته اللي عايز يسافر فيه خمسين الف عطوب 토� lactob predict تحطو ليك فايا كان انت في كلية ايه لازم تحط هدف في وجهنا اللي عايز يفتح بزنس خاص به اللي عايز يعمل ماژستير shale دكتوراه يمشي بطريق معين عايز يسيب التعليم خالص. بس اهم حاجة تحط هدف تسع ليه قدام. طب ليه دي حاجة مهمة? طبعا حاجة مهمة انت ما ينفعش تكون داخل كده بالبرك اللي هو اللي يجيبه ربنا كويس. وطبعا اللي يجيبه ربنا كويس وكل حاجة بس ما ينفعش تكون داخل الكلية بدون اي هدف خالص واضح. فركز وحط هدف قدامك. الثانية حاجة هتكلم مع بعض فيها الا وهي النية. يعني ايه النية? بكل بساطة خليك نية ويحط في نيتك مش صعبة. بس انت لازم اصلا تصدق نفسك انك تقدر تجيبه امتياز. حتى لو انت كان مستواك مش عالي. فلو انت عندك سنة عزيمة شوية واسرار هتجيبه امتياز والله هي بكل سهولة. والحاجة دي شاطرين جدا فيها البنات اكتر من الولاد. البنت اللي حط دماغة جيبه امتياز هي ما شاء الله اصلا بتذكر على طول. لكن الشباب بيكونوا اللعبيين شوية مش بيركزوا على الكتاب. اه للعلم ان الولد اللي حط في دماغه ويجيبه امتياز والله العظيم هيكسر الدنيا يعني. سواء انت ولد او بنت اي ان كان حط في دماغك انك تجيبه امتياز والموضوع مش صعب. الموضوع بس عايز بانك شوية مجهود في البداية. خط بالك هي التفاصيل الصغيرة اللي بتفرق حد من ان هو يجيب اه امتياز مرتفع وامتياز وجاك جدا او الفرقات ما بين التقديرات. الحاجات بتكون بسيطة لا تذكر. فالحاجات الصغيرة اللي انت هتميت بها ان شاء الله هتجيبه امتياز مرتاح. حط في دماغك وفي دماغك ان شاء الله انك تجيبه امتياز. ده كده كان اساس او بتاع الفيديو النهاردة اللي هنتكلم فيه. دلوقتي بقى هخرج الجزائي التانية هنتكلم فيه مع بعض ازاي اصلا بقى تطبق ده وازاي تجيبه امتياز. رقم واحد هتحضر محاضراتك باستمرار. مش هتغيب نهائي. الغياب ده شيله من قموسك وخليك فاكر وحط بنايتك انك رايح الكلاء عشان تتعلم. هو انت مش نازل من بيتك او من السكن بتاعك مثلا دفع مواصلات ونازل في الحر او في البرد او انت يعني تعب اهلك معاك وفي الاخر ما تحضرش محاولك او تغيب. انت كده استفدت ايه? لا اه خليك او حط في محاولك انك رايح تدرس. رايح تستفاد. رايح تكسب معلومة. مش رايح تغيب. ما تقوليش بقى والله يا الدكتور مش عاجبني فانا مش احضر المحاضرة. اصلا بسترخم الدكتورة دي شوية. اصلا ده كنت ستات واصل اللكاتة الرجالة وانا هروح افتر وانا انت رايح تتعلم ورايح تدرس فاحضر محضراتك وما تغيبش. ما تغيبش. ما تغيبش. ايه عامل زي? انا شايفك عمال تأكد كده على الغياب وما تغيبش وما تغيبش. انا مش فاهم. انا ممكن ازاكي من بدأ افه وخلاص او اسمع ريكورد وبقى كده زاكرت واجب امتياز الموضوع سهل. لا لا ما تشغلش مخك. الموضوع مش سهل له خالص. وزي ما انت فاهم حركة الدكتور ده بيدي باله عشرين او تلاتين سنة في الكلية دي وفاهم دماغ ودماغ ودماغ مليون طالب تانين اصلا. فما تشغلش نفسك عليه. احنا ايه عمال ازاكر من بدأ افة او من ريكورد والحوار خالصان والله مش خالصان اسمع مستكلامي. كل بساطة الدكتور فاهم وعارف كل علعاب الطالبة اللي انت لسه بتفكر فيه هو هرسه من زمان. فالدكتور بيفرق ما بين الطالب اللي حاضر واللي مش حاضر عن طريق كزا حاجة. اوضهم طبعا الغياب. وخير بقول لك الدكتور عنده سلطة ان يعمل اي حاجة. فهو رئيس جمهورية نفسه ورئيس جمهورية المادة دي اصلا. فممكن يزيك بالغياب عن طريق ان هو ينقصك درجات. فما ممكن واحد صاحب ينضل في الغياب. لا يا بشع فيه دكتور عندنا. الغياب بيتاخد بالكشف كده. بالكرني بتاعك. لو معاش كرنيه طلع البطاقة ويشوف صورتك. فيه دكتورة بتعمل حاجات انتم متخيلوهاش. فما تشغلش موخك عليه وما تصعش عليه. دي اول حاجة هي الغياب. تاني حاجة هي ان ممكن يرمي سؤال كده في المحضرة او حاجة ما حدش يكونوا اخد باله منه. والسؤال ده يجيبه في الفاينال اي درجات كتير. اكده هو فرق ما بين الطالب اللي حضر والطالب اللي هيكسل وما حضرش. غير كمان ممكن يعمل كوز او حاجة يقول لك طلع وراء او قلم كده واللي حاضر كتبت بس اسمك لك خمس درجات. لو حاليت لك عشر درجات. انت كده كسبت عشر درجات من اللي شيء. لو انت ما حضرتش مش هتاخد حاجة. اللي عايزة هيقول لك من الحضور مهم جدا ويقدر يأذيك اه بالدرجات بمليون الف طريقة. فعشان خاطري احضر باستمرار وركز مع الدكتور في المحاضرة بتاعتك. تاني حاجة هتكلم معاكم فيها. الصاحب ساحب. اختار صاحبك. اه اكيد مش كلكم دخلتوا بصحابكم اللي هو ما جايين من سنة واقعوا اعدادي او زمالك بتوع زمان. لازم كده كده هتتعرف على ناس جديدين ان شاء الله في الكلية. فمش اي حد قعد معاك وقف معاك في تقديمات في كشف طبي قعد جنبك في المدارك بتاعك. يبه هو كده صاحبك. لا بالعكس انتو اسا بتكتشفوا بعض. فالصاحب ساحب. اختار الصاحب اللي يقولك يلا احضر المحاضرة. انت زاكرت. بعت لي التلخيص ده. بعت لي الريكورد. احضر معايا. ما تصحبش حد لك تعمى نفطر. يا عم فوقك المحاضرة دي. جماعة افطروا في بيتكو. افطروا قبل ما تيجو. افطروا في البريك. لكن ما تفطروش في وقت المحاضرة يا. انتو مش رحين تفطروا يا جماعة. انت رحين تتعلموا. واخد بالك انت هتقابل النوعية دي كتير جدا. وانا قابلتها شخصيا. يعني قابلتهم كتير جدا. واسبك بدي عاملة دكتور ما ما بشرحش كويس. هبقى ذاكر مبيدي ايف. فكر فانا قلته لك. واتعرف انه صحف القاش. انه بكل بساطة يعني الصحبة الحلوة كده بتزوك لقدام. ثانية حاجة قازم تعملها هي قراءة المحاضرة بعد ما ترجع. ترجع ان شاء الله من محاضرتك. سوى انت في السكن او في بيتك. هتريح كده وتصلي وتتغدى نفسك تقرأ المحاضرة بس بعينك. مجرد قراءة الموضوع بسيط. لو انت قرأت هتفتكر كلام الدكتور اللي قاله في المحاضرة بتاعت. طيب يا عم زياد وبعد ما قرأنا المحاضرة انا كده هجب امتياز اصبر بس علي. انت خلاص قرأت في محاضرتك هتذاكرها. اذاكرها ازاي? انا ما معرفش اذاكر. لسه داخل ساناولة في الكليا وما معرفش ما تلقوش. انا هشرح لكم طرق وذاكر ان شاء الله فيديوهات تانية قدام. بس اين كان انت هتذاكر ان شاء الله المحاضرة بتاعتك. بورا او قلم. اه تذاكر اه كتاب اللي انت عايزه اذاكر بيه. خد بالك اه انا طريق بزاكرة بتاعتي ممكن تكون غيرك تكون غير ده غير ده ده. اه قدرة او طاقة استعاب عند كل واحد بتختلف من شخص للتانية. فان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هقولكوا اكتر بين طريق بزاكرة وتشوف اللي تناسبك وزاكر بيها. بس ايا ايا كان هتيجي من محاضرتك هتقرأها بعينك وبعد كده هتذاكر بالطريقة بتاعتك. وانت كده خزال فل. يا سلام بقى لو انت حابب انك تأكد اكتر على مذاكرتك هنخش الربع حاجة وهي انك تحل على اللي انت ذاكرته. احل منين. في مواقع كتير جدا بتنزل اسئلة عن المحاضرات دي. اه ممكن تطلب اسئلة من زمالك تجي من تحنات سابقة. ممكن تتصرف وتحل على اللي انت ذاكرت. يبقى هل لو انا عملت الحاجات دي كلها ده كافي ان انا تجيبي امتياز? ايوه. ده كفاية جدا انك تجيبي امتياز. لو انت عملت كده ما تفتحش الكتب تاني خالص غير ليلة الامتحان. لو انت ركزت في حضرتك ركزت مع الدكتور وما غبتش جيت محوظة لك قرأت المحاضرة بتاعتك. واذا كرتها وحليت عليها ما تفتحش الكتب تاني اصلا ومش هتحتاج وهتجيبي امتياز. ازاي برضو? قلبي مش متوعني كده مش حاسس ان ده كفاية. لأ والله هو كفاية وانا هشرح لك ازاي. ان بكل بساطة ان شاء الله فاطة لكم اللي انت احتمال كل اسبوع وكل اسبوعين يكون فيه كوز. معنى كوز ان هو بيكون امتحان صغير كده وبيكون في شافوي. بيكون في اسئلة كتير ودرجات رايح ودرجات جاية فانت بالتالي هتمتحن كزا مرة في المنهج اريد في دماغك اصلا وانت فكره ومش هتنساه. وانت عملت كده المنهج هيكون ماشي معاك ومش هتراكم عليك حاجة. اهم حاجة ما تخليش حاجة يتراكم عليك. كل انت محتاجه بس ساعتين او ثلاث ساعات ان شاء الله كل يوم بعد ما تيجي من المحاضرة او محاضرتك عموما والموضوع اللي هيكون بسيط جدا. ممكن مثلا تخصص وقت مذاكرة اسبوعي قلنا ساعتين او ثلاث ساعات ان شاء الله بعد ما تيجي من المحاضرة او من الجامعة بتاعتك. وفي اخر الاسبوع تبص بصك كده على انت ذاكرته طول الست ايام او طول الاسبوع اللي فات. كده انت مش هيكون عندك حجة اصلا او مش هيكون عندك حاجات متراكمة خالص حتى لو وارد ان حاجة تقع منك او كده وانت هتها اخر الاسبوع وبرضو هتكون في دماغك. ولو انت جيت اخر السنة لقيت نفسك ما جبتش امتياز فاعرف من نفسك كده انك اثرت في حاجة او في جزئية من اللي انا ذكرتها في فيديو النهاردة عشان خاطري ما تأثرش والتزم بكل كلمة انا قلتها نشاء الله في فيديو النهاردة. كمان لو انت طالب كلية عملية اهتم جدا بالساكاشن بتاعتك والعمل والحضور والغياب عموما. الكليات العملية طبعا بيكون فيه اه يعني اه حساب درجات تاني فيه اه درجات على ال ال والكليات العملية بيكون درجاتها مختلفة الى حد ما شوية عشان شقة العملي البلطة ولا درجات شعرك ودقنك ومنظرك العام عليه درجات اه في حاجات كده درجات فانت ما تضيعهاش من ايدك. ولسا ادقني لو انت التزمت وبكل كبيرة وصغيرة قلتها في فيديو النهاردة ان شاء الله هتجيب امتياز مرتاح. بس كده في فيديو النهاردة خاص وان شاء الله الفيديو اللي جاي لسا مش مستقر مش عارف هيكون عن ايه ممكن يكون عن ازاي تكون معيد في الكلية او ممكن يكون مسلا عن طريقة من طرق المذكرة ان شاء الله اللي هنزلها لكم قدام. فايا كان اعمل لايك الفيديو ده واشتراف القناة فقط زر الجرس عشان ما يفتكش الفيديوهات اللي جاية وكبان تقدر تنضم لجروبة الجرام الخاص بي بنزل فيه كل التفاصيل العلاقة بالفيديوهات وكل اخبار التي تكون هناك. ما تنسوش على الانستجرام برد على كل المسجات اللي بتجيلي وما تنسوش اخر حاجة طبعا يوم اربعة عشرين تسعة هكون في طمريض اسكندران ان شاء الله فلو انت من هناك تتلفي الكومنتات ومش هتقول عليكم وشكرا ودومتم بخير وسلام.